خناة نور عايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رايح الى عائلة حدها طيور ورايح اشتري ببغاء بصراح هذا الببغاء انا اول مرة اجنيه وما عدي تجربة وياه وان شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى راح اكيد اول ما قررت اشتريه خذتلي تلخسابيع اقرأ عنه معلومات تستبد من عدة وياي الاخ هوقو هوقو انا واقل وياي اعلم الكلام طريق تقريبا ساعة ونص دائما اردد عليه كلمة حبيبي اذا تريد تعلم الببغاء الحشي طبعا الباجي او طير الحب هو من فصيلة الببغوات وكل الببغوات تتكلم بصورة عامة لكن بطريقة متفاوتة هناك صوت واضح هناك غير واضح هناك الحافظة كثيرة هناك الحافظة قليلة لكن الباجي ايضا من المتكلمين اذا كان اليف مية بالمية يوقف على ايدك ويمسح عليه يقبل فتعلم النطق اذا كمل سنة وانت من زغرة وتعلم كلمة واحدة سهلة مثلا انا كلها قلت له حبيبي حبيبي راح يتعلم النطق ان شاء الله واستمروا اياه واذا تكلم ان شاء الله نزل حلقة خاصة واذا قدري تصور المزرعة اللي رايح لها او تربية الطيور السلام عليكم بعد طريق تقريبا ساعتين ونص مشيت وياي البطل هوقو الببغاء اللي اشتريته هو الببغاء الشمسي اللي سمونا سون كنيور اكون عشي سمونا سون براكيت واخذته اياه الشهادة مالتا افضل شي لان انا فضل يكون ذكر وهنا مكتوب موالدة فقس يوم اربعة ستة 2019 وهو ذكر وبعض المعلومات موجودة مالتا ان امتطلت للشهادة وهي احسن شي انه مفحوص بالدي انا اي لان جدا جدا صعوب الواحد يميز بين الكنيور الذكر والانثة ونشوف الايام كفيلة بالتعامل معه والترويض والتدريب وهذا من الببغوات الذكية واللعوبة تحب اللعب والمرح والسلام عليكم ونستورانا طريق البيت نرجع ونرتاح ونستقر انها ما شاء الله الطريق جدا جميل ما تحس به الوقت يمشي ما تحس به لان دائما خضار وهدوء والاخ دائما على الرأس قاعد ما اخذ راحت هذا طريق زراعي اكثر المربعين المزارع يربون طيور يربون حيوانات انا اختار طيوري من عدهم لان تعاملهم يعني ممتاز ما بيغش او شي وصريحين بكل شي اذا عدهم يضطار الدائب يقولك بصراحة ما يغشك وايضا صحتهم ممتاز الطيور عدهم وربونهم فلذلك اختار وكذلك شنو الشغل اللي حبيت اذكرها انه رخيص هي العفو رخيص لسعار رخيصة احسن باقي المحلات او الانترنيت اتعرف عليهم عن طريق اصدقاء او يحطونهم مرات اعلام بالانترنيت واخذ من عدهم مساعة اتكلمت عن تلقين الببغاء الكلام تختار لك كلمة بسيطة مثل حبيبي او اسم الطائر تختار لا اسم سهل او تعال دائما ترددها علي وهو يتعلم ان شاء الله يلا لان الكلام والنقال جدا خطر وممنوع راح اترك النقال وانتبه للسياقة السلام عليكم بعد ما وصلنا البيت بسلامة القفص الصغير اللي كان بيه خليت وجهه على القفص الكبير لانه هسه مرعوب جدا مو مرعوب سمير الغلاف خليت قبال القفص الكبير حتى يدخل وحده بعد ما اكو الصيد لانه من اشتريته من عنده مكظه وخايفه عمره تقريبا اربعة اشهر اخلي براحته يدخل القفص حضرت القفص بالماء والاكل وهذا الخشب للنظافة وخليه يدخل وحده فترة استراحه سبوع الى عشرة ايام حتى يستقر ويتعود طبعا السنكنيور لا يغريكم الشكله الوانه الحلوه والمراح ماله ايضا اذا واحد يريد يشتري لازم يدرس جميع النواحي السلبيات والايجابيات الاشياء الزينة والاشياء الغير زينة مثل صوت المزعجي صارخ ومزاجي يحب بس اللي يعتني به يختارهم وايضا بيه اشياء حلوة فكل واحد مربي اذا شاف بالقنوات شخص عنده طير مو رأسه يروح يشتري مثله لان كل طيور بيه سلبيات بيه ايجابيات فالوحيد انه يشوف يقرأ عدل يشوف شون امكانياتك انت صبرك على الطير اذا ما عندك صبر وما تحب الاصوات المزعجة مع الطيور لا تفكر تقرب يوم هذا الطائر لان احيانا جدا جدا مزعج اذا ما تطلعه اذا ما عندك وقت الى ترجمة نانسي قنقر